بسم الله وصلاة والسلام على أشرف المرسلين كنحيي جميع المتابعين والمشتركين على قناة سفيرة طبخ المغربي وبنسبة الوصفة اليوم كنقترح لكم طبق خاص بالضيافة عبارة عن كتف خروف محمر في الفرن بتتبيلة رائعة كتعطيه مداقل ديد وجد مميز وغادي نرافقه كذلك بصفة بريستيج مسقية بسلسة محضرة منزليا كتجي أكتر من رائعة وكتعطي الهدفة وحد المداق هائل تناغم بين عدة مداقات مختلفة والكلف طبق هماوي والوصفة ككلفة هي سهلة التحضير فإن كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة تعجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل جرس تنبيهات باش يوصلكم جديد الفيديوهات شاركوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء باش تعم الفائدة وتكبر عائلة سفيرة طبخ المغربي ونمرو مباشرة لتحضير الوصفة وبسم الله على بركة الله بنسبة للتسبيل ديال الحم غادي نحتاجوا لها جوج ملاعق كبيرة مملوئة جيدا من الزبدة فالدور ديال الزبدة أنها كتهشش لنا الحم بالإضافة أنها كتعطيه واحد مضاق رائع ومنصحكمش نهائيا أنكم تستعملوا الزيت لأن الزيت كيمنع تماما أنه الحم يتشرب لنا الثوابل غادي نحتاجوا كذلك ملعقة كبيرة مملوئة جيدا من الخردل أو للمطارد للدور دياله مهم جدا في هذه التسبيلة بحيث أنه كيفتي لنا اللحم كيعطيه واحد مضاق جميل واللحم كيطيب لنا بسرعة غادي نحتاج كذلك الثوم بنسبة الكيمية استعملت 6 فصوص ديال الثوم غادي نستعملهم على هات الشكل وما غادي نحتاج نهائيا أننا نبشرهم وغادي نحتاج كذلك كيمية من الماء تقريبا 1 ربع كأس اللي غادي نضيف ليه شعيرات ديال الزعفران غادي نخلي هات الزعفران حتى يطلق ليه جيدا في هذا الماء والدور ديال الزعفران فهو كيعطيه واحد لده اللحم كنعرفوا الزعفران بأنه كيلدد لنا الأطباق بالإضافة اللون الجميل اللي غايعطيه لنا اللحم ديالنا ثم غادي نحتاج ملعقة صغيرة من البابريكا أو لاتحميرة نصف ملعقة صغيرة من القصبر ادنا كذلك ملعقة صغيرة من الكركم أو للخركم البلدي ملعقة صغيرة من الزنجبيل أو لسكنجبير وغادي نحتاج كذلك ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو للإبضار وادنا كذلك نصف ملعقة صغيرة من الملح نصف ملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من السمن السمن ليك يعطي واحد المضاق جد مبيز اللحم ثم من بعد غد ينضيف الثوابل كلها في واحد الإناء مع عداء الثوم وكيف ملحتوا فالثوابل استعملت كمية قليلة من كل نوع فبنسبة لهاد النوع ديال الوصفات ما نكتروش نهائيا التوابل لأنها كتوضر لنا المضاقات ما كان بقوش عارفين المضاق ديال الوصفة ككل اللي غادي نستهلكوها ثم بنسبة للملح فكيف ملاحتوا استعملت فقط نصف ملعقة صغيرة وهد الكيمية كانت كافية بالمقارنة مع كمية اللحم اللي عندي ومنساوش بأننا غادي نرافقوا الملح والكمون أثناء تقديم الطبق فلهذا ما نكتروش منه غادي نخلط هد العناصر كلهم مع بعض ثم غادي ناخدوا كتيف الخروف وغادي نوضع تقب بالمساعدة ديال السكين غادي نحاولو نديروا تقب لي كيكونوا غارقين هكذا باش مليكن كنتبل في اللحم كنوضعو التاتبيلة في هدوك تقب وكيتب لنا اللحم جيدا كيجي لديد بالإضافة إلى أنه كيتب لنا بسرعة من بعد غادي ناخدوا فصوص ديالتهم وغادي نوضعوهم في هدوك تقب اللي درناهم وثمامرها هم اللي كتب لنا مع هدوك اللحم فهي كتدوب مع اللحم وكتعطيه واحد الماضاق جميل بزف بزف من بعد غادي ناخدوا صيني اللي كتدخل الفرن غادي نفرشها أولا بورق الأليمنيوم ثم غادي نوضع ورق الطهي وغادي نوضعو الكتف وغادي نتبلوه جيدا بهذا التاتبيلة اللي حضرناها غادي نتبلوه مزيان وغادي ندخلو هدوك تتبيلة فهدوك تقب اللي درناهم وغادي يكون مل أفضل لو أنكم تتبلو هدوك تف وتخليوه ليلة كاملة هكذا كيتشرب لنا اللحم كيتشرب لنا هدوك توابيل مزيان بالإضافة إلى أنه كيطيب سرعة ما كياخدش معنا نهائيا وقت في الطهي وكيطيب زبدق كيف ما قنقولو وإلا ما عندكمش الوقت خليو على الأقل واحد ساعتين وصراح أنا ما خلتو لا ليلة ولا ساعة ولا ساعتين أنا كيف تتبلتو دخلتو للفرن كيطيب ورهجة أكتر من رائع يعني كيف تتبلتو طيبتو أعطاني هدو النتيجة فمن اللي غادي نخليوهي بات أكيد غادي يعطي نتيجة أرواع من بعد غادي نلفو أولا بورق ديال الطهي جيدا وهدو الخطورة مهمة ضروري غادي نلفو الكتف مزيان ما نخليو حتى شي منفد ديال الهواء هكذا باش كيطيب لنا مزيان ثم في الأخير غادي نلف بالورق ديال الأليمنيوم فالورق ديال الأليمنيوم كيلعب تماما دور ديال طنجرة الضغط فمن بليك اللفو الكتف بورق الأليمنيوم فهو تماما بحل ما مدخلينو وسط طنجرة الضغط وغادي نطيبو فيها غادي نلف جيدا ونحاولو ما نخليو حتى شي منفد نهائيا ديال الهواء ونتأكدو بأنو هدو الكتف مغلف جيدا بالورق ديال الطهي وكذلك بالورق ديال الأليمنيوم فهدو الأثناء الفرن كيكون ساخن جدا غادي ندخلو الكتف كيطيب على درجة حرارة مبين منخفضة ومتوسطة حتى كيطيب على خاطر خاطره ونمره مباشرة باش نحضره الصفة بس بالصفة غادي نحتاجه للساميد الخاص بالكسكس كيف ما كتلاحظو سميدة العادية ديالة الكسكسو أنا هنا استعملت تقريبا 1-500 جرام غادي نوضعها في القصرية ثم غادي نضيف لها الزيس هنضيف واحد الكيمية مناسبة وغادي نخلط هالزيس مع هاديك السميدة او لا غادي نبس بس هاد المكونات جيدا هكذا باش ذوك الحوية بس ديالة السميدة ما كيل تسقوش مع بعض وهنا يار غادي نطيبو هاتفة ديالتنا بالطريقة المغربية التقديدية الأصيلة طريقة اللي سهلة جدا خصوصا بنسبة المبتدئات من بعد غادي نوضع هاتساميدة في القصر ومباشرة غادي نوضعها فوق البرمال اللي وضعت فيها الماء والماء ضروري خاصو يكون مغلي وغادي نخليها كتفور للمرة الأولى تقريبا غادي نعطيها من عشرة حتى ال 15 دقيقة وهنا من بعد 15 دقيقة بالضبط غادي نزولها من النار غادي نوضعها في القصرية ثم غادي نضيف الملح اللي كيبقى دائما على حسب الضوق وغادي نضيف الماء غادي نسقيها جيدا بالماء وبنسبة لكمية الماء فهي كتختلف على حسب كل سميدة كينا السميدة اللي كتشرب لنا الماء كينا السميدة اللي ما كتشربش فلهذا عينكم ميزانكم غادي نخلط جيدا بملعقة خشبية لأنه سميدة رساخن وغادي نخليه كيرتاح حتى كيتشرب ليا جيدا هادك الماء ونمره مباشرة باش نكمله باقي التحضيرات هنا يا عندي المشمش الجاف غادي نوضعه في واحد الإناء وغادي نصب عليه الماء الساخن جدا غادي نخليه حتى كيتنفخ عاد من بعد غادي نكمله تحضير ديالو ثم في كسرول غادي نعصله البرقوق غادي نوضع في هاد الكسرول البرقوق المجفف غادي نوضع عليه الماء غادي نضيف كذلك جوج ملاعق كبيرة من السكر حبيبات ثم غادي نضيف ملعقة أو للقليل من المسكة الحرة بشي يتعلق لنا وغادي نضيف ملعقة صغيرة من القرفة وغادي نضيف جوج ملاعق كبيرة من ماء الظهر وغادي نوضع الكل فوق النار وغادي نخليه حتى كيتعصل تماما على نار متوسطة هنا من بعد ما ارتحت لنا السميدة وتشربت لنا هادك الماء اللي وضعناه غادي نوضعها في الكسكاس وغادي نوضعها كتفور للمرة الثانية وغادي نعطيها من 10 حتى ال 15 دقيقة وهنا كيفما كتلاحظوا سفي البرقوق ره تعسل غادي نزوله من النار وغادي نحضره المشماش هنا من بعد ما صفيته من الماء غادي ناخد كاسرول غادي نوضع فيها الزبدة ونضع كذلك جوج ملاعق كبيرة من سكر حبيبات وجوج ملاعق كبيرة من ماء الزهر وغادي نضيف القليل من المسكة الحرة اللي كتعطينا تعليكة وغادي نوضع الكل فوق النار حتى كيدوب ليا هاد الخليط تماما وكيصبح على هاد الشكل فهاد الأثناء غادي نضيف المشماش وغادي نخليه حتى كيتعس الليا وغادي نبقى في كل مرة كنقلب فيه ومن اللي كيصبح على هاد الشكل غادي نزوله من النار هنا من بعد 15 دقيقة بالضبط غادي نزوله السميد من الكسكاس غادي نوضعها في القصرية غادي نخلط جيدا بملعقة خشبية باش كنتفادها هادوك تكتولات وهادوك الكويرات اللي كيكونوا مسكتلين ديال السميدة وفي هاد المرة الثانية غادي نسقيها بالحليب ففي الاول استعملنا الماء دعبا غادي نستعملوا الحليب والإضافة ديت الحليب في السميدة يعني الحليب يعطي السميدة واحد للون جميل وكيفتيها لنا فهنا غادي نبقى نسقي هاد السميدة تقريبا أنا رسقيتها بنصف لتر كامل ديال الحليب وكيف ما قلت لكم في الاول فالكمية راك تبقى على حسب السميد اللي عندكم وغادي نخلي كيرتاح وكيتشرب داك الحليب وهنايا غادي نخرج للكتف من الفرن هنا تماما اولا بالضبط هنايا بالضبط من بعد ثلاثة سوية ونصف سفي لحم أراه طابلية طاب زبدة صراحة جا رائع طب واحد طريقة زوينة بزاف كنتمنى أنكم تجربوا هاد الوصفة ويعطيوني أراكم في التعالق ثم هنايا غادي ندخلوا سفي هنا غادي ندخلوا باش يتحمر هنايا من بعد ما تشربت ليه سميدة جيدا هادك الحليب اللي وضعناه غادي نضيف زبيب أو للعنب المجفف في الكسكاس من بعد ما غسلته جيدا عاد غادي نوضع فوق منه سميد وغادي نوضع الكل كيفورو للمرة الأخيرة يعني للمرة التاليسة وغادي نخليه في طبيعة الحال من عشرة حتى الخمستاشر دقيقة عاد غادي نزولوا من النار وغادي نخلط جيدا نحاولوا نفتسوا السميدة جيدا هنا غادي نضيف الزبدة جوج ملاعق ممتلئة جيدا من الزبدة وغادي نخلط مزيان ثم غادي نضيف السلسة أو لا الحليب المركز المحلال اللي غادي نسقي بها السميد فانا حضرته منزليا يعني وضعت فيه ملعق عفوا انا وضعت فيه كأس ديال الحليب البودرة كأس ديال الماء وكأس ديال السكر حبيبات وضعتهم فوق النار النار اللي كتكون متبسطة حسا صبحوا ليه على هاد الشكل ومن بعد ما برد ليه غادي نسقي بها السميدة صراحة الحليب المركز المحلة كيعطي واحد الماداق رائع دزف دزف لهاد السميدة كيفتيها كيعطيها ماداق صراحة زوين دزف من بعد غادي نخلط جيدا ومباشرة غادي نحضر الشكل اللي غادي نزيين بيه في الطبق هنا غادي ناخد صحن وغادي ناخد إطار دائري وغادي نوضع السميدة بنسبة الإطار فانا دهنتوا قليلا بالزيت من الجوانب وهنا ما تخليوش نهائيا سميدة حتى كتبرد لانا غادي تشرب لكم هاديك السلصة وما غاديش تبغي تشكل معكم من بعد بنسبة للشكل طبعية الحالكة بقى اختياري انا حضرت معكم بديوم هاد الشكل الدائري ممكن طبعية الحال تحضرو الشكل اللي عجبكم من بعد غادي نزيين الجوانب بالفواكه المعسلة او للفواكه المسكرة وغادي نزيين الوجه ديال السميدة باللوز اللي قليتوا وهرمشوا ثم غادي ناخد المشماش اللي عسلنا غادي نفتحه قليلا فقط بسكين وغادي نوضع في الوسط دياله برقوقها مثلا وغادي نزيين بها سطح ديال السميدة او للسفة وغادي نستمر بنفس الكيفية حتى غادي نكمل تزيين اللي عندي وتزيين كي يبقى اختياري وكيف ما لاحطوا راها يعني هاد الاشياء اللي خدمنا بهم فهي را سهلة جدا وفي المتناول اني ماشي شي حاجه صعيبة ثم من بعد غادي ناخدوا الصحن اللي غادي نقدموا فيه او للطبق اللي غا نقدموا فيه غادي نفرشوا بالخص ثم غادي نوضع الكتف اللي حمرناه في الفرن ما ضفت لي حتى شي حاجه فقط بهادي كتتبيلة اللي بقات فيه هي اللي غايت حمر فيها ثم وضعت صحون ديال السفة هنا هذيك السلسة اللي كتبقى ليا في اللحم يعني اللحم اللي كي يطب في الفرن كي يطلق لنا واحد السلسة هذيك السلسة هي اللي وضعتها في هذا الكؤوس ثم غادي نزين بالبرقوق المعسل وضعت كذلك الملح والكمون غادي نزينه كذلك بالمشمش المعسل وغادي نزينه باللوز زينت كذلك بالبيض المسلوق وبنسبة التزين فهو كي بقى اختياري وغادي نبقى إن شاء الله في كل مرة غادي نحذر معكم طبق جديد مع تزين مختلف هكذا باش كنعطيكم أفكار مختلفة ومتنوعة وكانت هذه هي وصفة اليوم كانت منها أنها تنال إعجابكم خذوا لي أراءكم في التعليق وكانت منها فعلا أنكم تجربوها لأنها كتجي صراحة جيدة بزاف بزاف ممكن أنكم توجدوها لضيوفكم لعائلتكم لما لا وصلنا لنهاية الفيديو اطلقوا إن شاء الله في فيديو قادم مع وصفة جديدة إلى اللقاء